السلام عليكم أعزائي قلاب الصف الأول المتوسط نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع نموذج اختبار مادة العلوم الصف الأول المتوسط والسؤال الأول ماذا تعمل إذا كانت نتائج تجاربك لا تدعم فرضيتك لا أعمل شيئا أعيد التجربة حتى تتحقق الفرضية أم أغير الفرضية أم أغير بياناتي حتى تطابق الفرضية الإجابة الصحيحة هي أغير الفرضية إثنان ماذا نسمي صورة ثلاثية الأبعاد لبناء معين حصلنا عليها باستخدام الحسوب نسميها نموذجا ثلاثة أي مما يلي يمكن أن يفسر حدثا في العالم الطبيعي هو النظرية العلمية هي التي تفسر حدثا في العالم الطبيعي السؤال الرابع يعد نموذج الطائرة مثالا على نموذج مادي نموذج الطائرة يعد مثالا على النموذج المادي السؤال الخامث ماذا نعني بالاستدلال الاستدلال معناه استخلاص النتائج الاستدلال هو استخلاص النتائج أي مما يلي يقلل الاحتكاك السطوع الملساء هي التي تقلل الاحتكاك سبعة ماذا يحدث عندما تؤثر قوة محصلة في جسم يحدث تسارع لهذا الجسم السؤال الثامن أي مما يلي مثال على الآلة البسيطة مضرب الكرة هو مثال على الآلة البسيطة السؤال التاسع شاحنة كبيرة تصدم سيارة صغيرة أي العبارات التالية صحيحة القوتان متساويتان أم القوة التي تؤثر بها الشاحنة في السيارة أكبر أم القوة التي تؤثر بها السيارة في الشاحنة أكبر أم أنه ليس هناك قوة في هذه الحالة شاحنة كبيرة تصدم سيارة صغيرة فطبيعي أن القوة التي تؤثر بها الشاحنة في السيارة أكبر لأن الشاحنة حجمها أكبر فستؤثر قوتها على قوة السيارة أو على السيارة الصغيرة فيحدث الضرر الأكبر للسيارة الصغيرة ما وحدات التسارع؟ وحدات التسارع هي أي مما يلي قوة الاحتكاك قوة أم السرعة أم التسارع أم القصور الذاتي الاحتكاك يعتبر قوة قوة الاحتكاك السؤال الثاني عشر المتغيرات التي لا تتغير أثناء التجربة تسمى متغيرات ثابتة لا يحدث لها تغير التخمين العلمي الذي يعتمد على الملاحظة والمعارف السابقة هذا التخمين يسمى توقعا ويعتمد على الملاحظة والمعارف السابقة ماذا يحدث عندما تتدحرج كرة؟ صاعدة التل هل تزيد سرعتها؟ يكون تسارعها صفر تكون السرعة والتسارع في نفس الاتجاه؟ تكون السرعة والتسارع في اتجاهين متعاكسين يكون السرعة والتسارع في اتجاهين متعاكسين السؤال الخامس عشر أي العبارات التالية صحيح عندما تستخدم المستوى المائل لرفع كرسي ثقيل مقارنة برفعه رأسيا أنت تحتاج إلى قوة أقل أم تحتاج إلى قوة أكبر أم يتحرك الكرسي لمسافة قصيرة أم أنك تحتاج إلى بذل شغل أقل لتحريكه أنت تحتاج إلى قوة أقل لأن وضع الكرسي في الوضع المائل ما اسم القوة التي تقاوم حركة الانزلاق بين سطحين تسمى الاحتكاك قوة الاحتكاك هي التي تقاوم حركة الانزلاق بين سطحين السؤال السبع عشر ماذا يقيس عداد السرعة في السيارة؟ يقيس السرعة اللحظية أو السرعة الوقتية السؤال السامن عشر أي من مالي يعتبر دليلا على حدوث تغيير كيميائي؟ الدليل تصاعد الدخان هذا دليل على حدوث تغيير كيميائي أو تغيير كيميائي؟ السؤال التسع عشر أي الخيارات التالية يصف درجة الغليان؟ هو الخاصية الفيزيائية السؤال العشرون أي الخواصة التالية يعتبر خاصية كيميائية؟ هو الاشتعال خاصية كيميائية ويعتد ذلك في بعض أو في كثير من التجارب السؤال التالي أي الخيارات الآتية يصف معنى الحجم؟ معنى الحجم هو مقدار الحيز الذي يشغله جسم الماء هذا هو تعريف الحجم السؤال التالي يعد محلول السكر والماء مخلوطا متجانسا لأن السكر يذوب داخل الماء فيصبح مخلوطا متجانسا السؤال التالي الثالث والعشرون تحتوي ذرة على 12 أو 12 بروتونا و12 نيترونا وتحتوي ذرة أخرى على 12 بروتونا و16 نيترونا ما هتان الذرتان؟ هما ذرتان نظيرتان للعنصر نفسه ذرتان نظيرتان للعنصر نفسه إذا تمثلت العناصر المكونة لمركبيني فلابد أن الرموز الكيميائية في صيغ المركبين متماثلة لكن الأرقام قد تختلف السؤال الخمس والعشرون تتكون الذرة من إلكترونات وبروتونات ونيترونات هذا المكون الثلاثي للذرة الجسيمات ذات الشحن السالبة في الذرة هي الإلكترونات الإلكترونات ذات شحنات سالبة أين تتواجد الإلكترونات في الذرة؟ تتواجد الإلكترونات حول النواة على شكل سحابة إلكترونية أي المواد التالية خليط غير متجانس السلطة هي خليط غير متجانس لأنها تدخل فيه كثير من المكونات لا تتجانس مع بعضها أو لا تذوب فتصبح مخلوطة أو خليط متجانس أي مما يليس من الخصائص الفيزيائية للمادة الإشتعال هذا ليس من الخصائص الفيزيائية لأنه من الخصائص الكيميائية الدقائق في الوعاء ألف هي دقائق مادة صلبة السؤال الواحدة الثلاثون إذا كانت الأوعية الثلاثة تحتوي على ماء في حالاته الثلاثة وهي الحالة السائلة والصلبة والغاز فإن الوعاء جيم يمثل بخار الماء وهو حالة الغاز السؤال الثاني والثلاثون صاحب فكرة أن المادة تتكون من دقائق صغيرة تسمى الذرات هو العالم ديمقرديس أغلب العناصر الموجودة على سار الجدول الدوري هي فلزات أي الخصائص التالية تتصف بها اللافلزات الصلبة تتصف بأنها هشة اللافلزات الصلبة تتصف بأنها هشة في ذرة عنصر الكالسيوم سي اي أربعون عشرون يدل الرقم أربعون على عدد النيترونات زائد عدد البروتونات السؤال ستة وثلاثون تتكون الصخور المتحولة نتيجة للحرارة الشديدة والضغط المرتفع تتكون الصخور المتحولة نتيجة للحرارة الشديدة نتيجة للحرارة الشديدة والضغط المرتفع الذي يحدث داخل الأرض أي العبارات التالية ينطبق على المادة التي تعد معدنا أنها توجد في الطبيعة أي العبارات التالية ينطبق على تشكل الصخور الفتاتية هو أنها تتكون من حبيبات صخور موجودة أصلا السؤال الأربعون مما تتكون الصخور عادة تتكون من معادن يمكن تصنيف الصخور الرسوبية إلى فتاتية وكيميائية أو عضوية توصف المعادن جميعها بأنها مواد غير عضوية صلبة أي أجزاء الأرض أكبر أكبر جزء في الأرض هو الستار صفائح الأرض هي قطع من الغلاف الصخري أي القوة تسبب تقارب الصفائح الضغط هو الذي يسبب تقارب الصفائح ماذا يحدث للضغط عند الانتقال من باطن الأرض إلى سطحها ينقص الضغط ماذا يحدث لدرجة الحرارة عند الانتقال إلى باطن الأرض تزداد درجة الحرارة عند الانتقال إلى باطن الأرض من نوع الجبال التي تتكون عندما تؤثر قوة الشد في الصفائح الأرضية في اتجاهين متعاكسين تتكون الجبال ذات الكتل المتصدعة أي مما يلي يعد مثالا على التجوية التجوية الميكانيكية هو الإسفين الجليدي أي مما يلي يعد خليطا من الصخور تعرضة التجوية ومواد عدوية وهواء التربة هي التي تعد هذا الخليط من الصخور والمواد العدوية والهواء ما الاسم العلمي الذي يطلق على كتلة مؤلفة من رسوبيات وماء عندما تتحرك على هيئة عجينة إلى أسفل التل هذا هو التدفق الطيني السؤال نموذج آخر وهو أكمل الفراغات الآتية تنقسم العلم إلى ثلاثة فروع هي علوم أساسية وعلوم تطبيقية وعلوم إنسانية إثنان حالات المادة الأربع هي الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية والحالة البلزمية يسمى المصمار المغلق الذي يسلكه التيار الكهربي دائرة كهربائية العناصر التي لها لمعان وموصلة للكهرباء والحرارة وقاورة للطرق والسحب وتشغل معظم جدول الدوري هي الفلزات الألات البسيطة ستة أنواع منها الرافعة والبقرات والعجلة والمحور من العامل المؤثرة في تكوين التربة المنائخ والتضاريس والصخر والزمن من خصائص المعادن تعتبر هنا نفس خصائص الفلزات أن لها لمعان موصلة للكهرباء موصلة للحرارة قابلة للطرق قابلة للسحب لديك قصاصة من الورق ووضحي كيف تغيري في خصائصها الفيزيائية والكيميائية عند تغيير خصائصها الفيزيائية نقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة أو التغير في شكلها أما تغيير كيميائي نقوم بحرقها فتتحول إلى دخان أو أكسيد وبذلك تكون قد تغيرت كيميائيا ما أنواع الرسوم البيانية التي أمامك؟ هذه الأعمدة العلاقة بين متغيرين أحدهما رقمي والآخر في أوي أما الثانية فهي الخطاع علاقة بين المتغيرين أو الخطي هذا الرسم الخطي هو عبارة عن علاقة بين متغيرين ويجب أن تكون أعدادا الثالثة هو عبارة عن قطاع دائري يبين العلاقة بين أجزاء الكل أذكر أسماء ثلاثة معادن الحديد الذهب والفضة أكتب المصطلح العلمي أو أكتب المصطلح العلمي لعبارات الآتية هي طريقة لتعلم المزيد حول العالم الطبيعي هذا تعريف العلوم وصف بالأرقام أو طريقة لوصف العالم بالأرقام هذا يسمى القياس تعريف المعدن هو مواد صلبة أو المعادن مواد صلبة غير عدوية موجودة في الطبيعة المادة هو كل شيء يشغل حيزا وله كتلة التفاعل الكيميائي هو كتلة المواد المتفاعلة تساوي كتلة المواد الناتجة من التفاعل اختار مما بين القوسين وصف لماذا تقرب قياسات بعضها من بعض هو الدقة هو سريان الشحنة الكهروائية في موصل هو الطيار الكهروبي مكونة من معدنين أو أكثر هذه هي الصخور الصدعية والمطوية والبركانية والناهضة هذه أنواع الجبال إزالة الصخور أو الرسوبيات في مكانها ونقلها إلى مكان آخر هذا يسمى التعريف أن الجسم الساكن يبقى ساكنا والجسم المتحرك بسرعة ثابتة يبقى متحركا ما لم تؤثر عليه قوة محصلة هذا قانون نيوتن الأول هكذا أعزائي نكون قد أنهينا هذا النموذج من اختبار مادة العلوم الصف الأول المتوسط لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا 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 شكرا